مرحبا بكم في القناة جهوة الحجرة رشيدة اليوم هنشارك معكم كيف تشوفوا ثلاثة البلاطوات ثلاثة المضاقات او ثلاثة الوصافات المالح و الحلوك بالنسبة لمائدة الافطار فرا في العيد ان شاء الله اللي بغت الناس تحطوا المائدة ديالها هنشارك معكم هذا الوصفة اول وصفة هي اللي بالحامض او بنكهة الحامل هنحتاجوا فيها نسكة زيت سنيدة وعندي كازيل الحليب نسكة سعز زيت وبيضاء وعندي معلقة صغيرة ديال الحامض قشرة ديال الحامض وعندي قبسة ديال الملحة فانية وخمارة ادريش غنقول لكم التقيق الكمية اللي غنحتاجه هنيا عندي بيضة هاد البيضة وخدتها تشوفوها غا خرجتلي يادك البلاطو كامل يشتوفو في الول ديال الفيديو يعني بيضة كاملة اه تسكن بحرارة المطبخ ومسكة سعز ساني ده اه صار حد مني طرطات صغيرة ورين تيجوا صارحة بنين لنا غنديروا لهم كريمة ديال الحامض وفيهم نكهة الحامض تيجوا صارحة رائعين رائعين بزف وتيج وغنوريكم القوام ديالهم وكيفاش اللي سيطيبو كل شي باش نجحو معاكم في الفيديو كامل تبعوا الفيديو تالاخير باستبدو في ثلاثة الواصفات اللي صارحة رائعين وحده تتنسيك في وحده في الماضة تمدون طربو تنزيدو المكونات وحده تابع وحده ودائما تنقلب لتمدون طربو في شيكيك او يعني او خالد سائل تنبدون نخلطو فيه وحنا تنشوفو ذوك الحبيبات ما يبقوش عدنا تنحسو بما يبقوش دابو تنزيد كاز ديال الدقيق لأبي دائما تنشوفو الخمارة تنخليها دائما هي اللخرى ما تندرواش في اللوول باش ما تنجينش الكيك ديالنا هابط غنزيد داب خمارة ديال الحلوة وحده يعني صارحة تتجي هد الكيك بنين بزاف وانا درتو في مولات صغير ورين غتشوفوهم تقدروا تدرون في مولات كبار ولكن غاي خرجو لكم كمية قل من هادو فالمولات صغر خرجو لي يكسر زيت نص كاز ديال الدقيق من هون من مجموع ديال هاد الكيك الخالد كاز ونص ديال الدقيق الابيض اللي هزت ليه الكيك ديال دائما تنخلطه بحت سرعة ومتل ندرون تدوك لنا الدقيق تتدوب لنا العناصر يعني هنا يسا مقونا نخلطه بعد لجهتنا الكيك ديالنا سائل او ما تيتشربش لنا الدقيق نقدرون ديرو كاز الى ربع ديال الدقيق الابيض ماشي عير نص كاز انا درت عير نص كاز كافي هادو مولات اللي استعملت صغير ورين هدهنتم بالزبدة مزيان وغانا بدن نفرغ فيهم الخلط عير في النص في الكمية كيف تتشوفو يعني متل خلطت الكمية تل فوق باش غدي عودوا بالضغيات الى حرارة من ثمانية دراجة داطق الحرارك يحبيو وملكال فوق وهو البدن ينقل خلطو فوقها للتغيات في الإضافة في طي部 الخ Behind c قبل هذا الخطأ الكميةarr teeth ممشعة في السترين لك وهو منذها في الامر و OH نضيف معلقة التعسينيذة و نضيف نشاء هذا الكريمات صراحة جرائعة بالنسبة الناس لما يبغوش الحامض نضيف معلقة نشاء و نضيف على النار تقالية بالنسبة الناس لما يبغوش الحامض يضيفوا كز العصر الليمون و قشرة البرتوقال في الكيك دينا اللي درت انا معلقة صغيرة قشرة الحامض يعني تضيف نكهة البرتوقال هنا الكريمات تنحركوها ستتقالينا و نضيف معلقة تحرق لكم انا كاثرون هذه خفيفة و عندي قشرة الليمون عفواً دي الحامض و عندي الفريز هنا تنشد جب حلواني تنعمر بهذه الكريمة باش تجيني سهلة فانفرغ وتنعمر في هدوك الكيك دي ولي صغير يعني بهذه الكريمة دي الحامض اللي تجيز صارحة رائعة هنا الفريز دينا باش يبقى محتفظ على ذاك اللون دياله و تبقى واحد اللعمعة و مبغي نشحن هاد الكيك دينا تخسر لنا تبقى محتفظ على ذاك الشكل دياله تندهن قاعد ذاك الفريز زيالي بشوية دينا باش كيف تتشوفو بالشيطة تندهن بشوية يعني الواجه هاد الفريز او الفوق والتحت ندهنتم مزيين عالشان ستفوم تبقى ذاك اللمعة في الفريز دينا اي دي سردرنا في الناباش يبقى محتفظ على ذاك الشكل دياله وهنايا غنقرب لكم الكاميرا كيف تتشوفو غنحط واحد القشيرات ديال الحامض و غنزين ببودور ديال الخشخاش او ببافو غدو الشكل نيهائي ديال هاد الشكل اللي رائع رائع و قدلكم لماذا تتكرش الحامض ديرها بالليمون يعني نفس طريقة غيرت تتغيروا الحامض بالليمون هنايا غنزينهم كاملين بحلقها و غنوركم الشكل نيهائي كيف جاهدك البلاطو تيشاهي الصراحة البنات الناس اللي يعجبوهم حلوات بالكريمات تنقتر عليكم هذه الحلوة اللي تستعملوها او تديروها ففترة مائدة الافطار في العيد ان شاء الله و تتجي الصراحة كمية كثيرة يعني الناس اللي تبغوش حاجات اللي تتخرج لهم كثيرة و تتكون تقتصادية يعني ما فيهاش وحد لهم المقادر اللي كثير يعني تقدر يكون عندنا كلهم في البيت هنايا كيف تتشوفو ستفق البلاطو ديالنا اللي تيجي صراحة رائع و غندوزوا الوصفة التانية اللي تيجي صراحة رائع بالاصفر و بالحمر و هذه القشرة و بابو تديرها رائع و ندوزوا الوصفة التانية اللي غندوزوا الوصفة التانية بنسبة لهم التانية غتكون عندنا كيك مالح عندي جزارة كبيرة محكوكة عندي الطون مسقطر بدون زيت البصلة و الفلفلة خضرة و حمراء شوية شوية مشاحرين كنتشوفو شوية زوية مليحة عندي زيتون خضر مقطع الأسود مقطع و عندي ثلاثة البيضات و الكورنيشو عندي مقطع طريفات عندي معلقة زعتار سلصة طماطم معلقة تحميرة مصكس الحليب كياغور طبيعي و عندي بودرة التوم بودرة البصل الملحق و بزار و عندي الجبن مبشر و عندي خمارة ديال الحلوة و 180 قرام ديال دقيق الأبيض هنا ثلاثة البيضات كيف تتشوفو بحرارة المطبخ و هنا غن ندير السوائل هم اللولين غن ديروا الحليب و البيض نخلطه فيه مزيان تتجد لنا هذا البيض مع الحليب أول حاجة نديروها هم السوائل و من بعد تنزيدو نقولو العطرية و بشتدو بلسطها لا تبقاش لنا بلسطة مخلطة و بلسطة مخلطة تنضير يغور طبيعي في هذا الكيك الصراحة تيجي بنين بنين وتيجي رائع وتيجي مفش فش تبعوا الفيديو تلاخر القوام ديالو غنشاركو معاكم كيف اللي تيجي ناجح و تيجي بنين تنزيدو في التوابيل تنضير قريصة الملحة لا تنكتر لنا لدينا طون مالح و الزيتون خضر و لدينا الكورنيشو تهوى و سلسطة ماطيشة يعني كلهم هدفهم الملحة نضير نص معلقة الإبصار معلقة الإبصار معلقة الزعتر نحاول نعود لكم المقادير لا تكون شيئا نقصها نص معلقة البودرة البصل و نص معلقة البودرة البصل هنا بالنسبة للبودرة البصل والتوم ستعطي واحدة نكها اللي زوينة تحاولوا يديروها بالنسبة اللي معدهم و مش عدوا ما يرنكها وحدة قدروا يديروها ستعطي واحدة رائحة زوينة في الوصفة ديالنا هنا عندي الدقيق الأبيض 180 قرام ديال الدقيق الأبيض يعني تقريبا واحد كاس و نص ديال العنبق يعني هنا الخليط بتقيل تماما ستشوفوا هناك الخميرة جدا سوف نضع الطون و اضعى الجزار بحراء نطربهم و نحن نتخدموا بوحدة المعلقة بش يدخلوا لنعناصر أخرين هناك كيف تتشوفوا سبقنا هنا التوابل و السوائل و الضاقيق و الخميرة جدا كيف تنخلطه مزيان كيف تشوفه الخالد قد ما كان هو تقيل هادك نواشي فلي درنا احنا فيه تيجي يعني شادين بلايصوم ما تهبطلشنا في القاعد الكابكيك دياننا ما تيجوش عيد لتحت لكانت العجينة جارية اللي تندرو فيها اي قرقاء او اي حاجة مالحة رصت هبطل هنا اذا الشي لتحت كيف تشوفه شوخ هبط ديك الحشوات وهي العجينة تقيلة ما هبطت اذا الشي لتحت دابا يا بقى ما هبطوش درت هنا هذه البصلة والفلفلة درت الجاسار الكورنيشو والزيتون الكحال والخضر الطون والفرماج مبشور نحن نخلط في هذا الخالد دياننا كامل مزيان يندامج لنا العناصر مع التيك دياننا سوف يكون الفرانشاء على 180 دراجة من الفوق ومالتحت بش دغيات يطلعون لنا وجون المهزوزين ميجونش هابطين وميجونش معجنين من الداخل تيجون فشوشين غتشوفه سوف يتم دون عمره في كاب كيك لأي نوع انا استعملت هاد الكوائطات للمربعين ما تستعملوش والناس اللي بغوا يدير الكوائطات العادين يديرو يعني استعملت هادو تيجوا الصراحة شكل ديالهم زوين تفت تقديم وخصا فدعي تيجوا عد نظيف او حنا تمشوا عد نظيف عد الناس تنبغوا نغيرو او تندير شي حاجة زوينة سوف يستفتم في اللاطة ديالنا قطعت دوائر وقد قطعت كل الوحدة فوق من هجو دوائر او ثلاثة اللي بغيته تجي هاد ماطيش راتت بقال فوق را ما تتبطش عيش العجينة خاصة تكون ثقيلة يعني بش يبخلكم هذه الطماطم او سوغيس لفوق سوفي وجدت واحدة شوية الفرماج محكوك موزاريلا نفس اللي دارت في الداخل في الخاليط من حدهم باقي السخاني اللي نخرجناهم الفران تعمدون ديرو جبن ديالنا بش يشد بلاسته موزاريلا وغنزين بشوي تسانوج اسود من الفوق تقدروا تزينه بحربات الخشخاش او الباهو من هنا من الفوق سوف يتمدون نستفو فيهم انا راتنا نطيب اليوم اولدي بمقاريش راتي اتجار معي كيف تتشوفو وما بغش يخليني نحط داك شي قلك انا لانتستفو خليته المهم درال الصغار تفرحوا لهذا الشي ديال الحلويات او هاد المملحات اللي تكونوا كصغر تعجبوهم المهم ماذا هو الشكل ديالهم الصراحة راتي خرجوا كمية كثيرة خرجوا لي انا 12 حبة يعني هاد الخاليط خرج لي اتناشر واحدة كبير ركلشتو هاد النوع دي الكابكيك هاد الكاغيط راتي يكون كبير في الحجم غتشوفو القاوم دياله في الاخير ونزل الوصفة الثالثة وسمحوا لي لا اطولت لكم الفيديو سوف نحاول نشرح في الفيديو باش البنات كلهم يستفدوا من المقادر ومن الوصفة ونزل بسبوسة لتجرائع عندي كاس الى ربع ديال الزيت نباتية نصف كاس الحليب يغور طبيعي وعندي قبصة ديال الملحة وعندي جوج كيسن ديال سميدة رقيقة وعندي البنات واحد المعلقة او جوج معلقة ديال العاصر ديال الحامض قشرة ديال الحامض وجوج بيضات وعندي جوج خمالة ديال حلوة اوفانية وبالنسبة لدقيق الابيض عندي جوج معلقات كبار ديال الدقيق الابيض كيف تتشوفو محطور هنا يهرست ديك جوج بيضات اللي غنستعملوهم دائما البيض يكون بحارة المطبخ وغنبدو نديرو في المكونات بالنسبة للملحة تنديروها تتحلين ديك البسولة ديال الحلاوة لاناوخة نديرو السنيدة ضرورة نبغيو نديرو اسميتها هاد النوع ديال هاد النوع ديال الملحة فالوصفة ديالنا سوف يتم دون خلطو محلوكو تنزيدو الحليب للاح تقول البنات انا محطة السنيدة غد قول لي يا علاش لانا غنسقو البسبوسة ديالنا ما تنبغوج نديرو السنيدة سوف يتم دون خلطو يعني سوف نديرو فالإضافة ديالنا وتم دون خلطو تتدوب لنا هذيك الملحة التوابيل ديالنا او اي عناصر خلطناهم سوف تنجح معاكم اخذكم ضروري تديرو سوف يتنخلط محلوكوها الفاني تنخلط كل شيء انتي بقوا ليعير النواشيف هما اللخرين تنبغوا نزيدو بالحاجة بالحاجة وحنا تنخلطو هنا اي ما درتش انا اي الخميرة هي اللخرين قاعدة بش نديروها سوف يتنزيدو الدقيق الابيض كيف تتشوفو وتنبغوا نخلطو ونزيد السميدة الكاس اللول ومن بعد زيت الكاس يعني غنزيد الخميرة عدا بش نزيدو السميدة اخرى دائما الخميرة تنخلوها هي اللخرى بالنسبة هنا الخميرة قدر تعير باكية ونصر نضيف نزيد السميدة باكيات ونصر كافية في الخلام بالنسبة لدينا لان لفيدنا هذه المولات باكيات نزيد ذلك اللول ثم نزيد السميدة نزيد السميدة ودائما الأخير أنها كنت نزيد الحاجة هنا من هو المولة comes with a expansion ومن بعد زيتها على طوال المولات هنا هذه المولات عندي هذا المول عاجب صغير ماشي هو لي خدمت بيه الطرطة الحلوه هدو كبر منهم اذا انتو بالزبدة مزيان كيف تتشوفو سوف تنضيرو عير النص تقدروا تديرو كميه قل ملوك بش ميعمروش ليكم يجيكم كبر انا جوا يعني مقادين مع الحديدة يعني والفران دائما انشاء العلميه وثماني درجه فوق والتحت سوف يتنعمروا هديك البسبوسه دينا هذا خرج لي يعني واحدة الكميه كثيره ممكن 12 حبه او عشرة الحبهات هنا عندي كاز الثاني داخل ونصف كاز الزيال لما طبختهم مزيان ودرتهم محط القاطرة ديال الحامض وسقيت بيهم بسبوسه دينا في المول وعدا بشي تنفرغها بشي تشرب من الفوق وملتحت بالنسبة اللبنات معا كنت تنزيين في الحلوه اه خليت هدي شوية اغفلت عليها دغيات حمرت لي هي بالنسبة الواحد داره ولشنوره عادي محمره عادية ولكن لكان وعد ناضيه فالبنات متحمره مش بحال اعنا اللي حمرتهم نسيتم انا في الفران مبغيش نعود خاليط اخر يعني عيد داري يعني قلت نشارك معاكم زين ونكمل معاكم الوصفه مهم هنا درت كاس ونص ديال الحليب واحد الفانية هدي الكريمة اللي غنديره اللي غجيرها يعطيها حلبناش دارت هنه جوج مع القات ديال السانيده عالج مدرنا السانيده في البس بوسه اللي انا غنسقيه بس سيرو حلوه وغنكون الكريمة حلوه عالج مدرنا السانيده هالبنات عالج مدرس هنه غنزيد جوج مع القات ديال النشاق وغنخلط هاد شي وهاد ضانون ووحد فرماجه مربعه ضانون كريمي يعني هاد نوع اللي استعملت غنخليه هو الاخير تتقليه الكريمة من بعد ما اتقالت الكريمة غنزيد هاد الفرماجه كيف تتشوفه اه تجي الصراحه اتتعطي واحد لده هاد الكريمة تجي بنينه تيبدو الناس يأكلوا ذيك الكريمة وما تعرفوش كيفاش اشنو فيها ما تيبقاش الطعم ديالنشا نهائيا وتجي الصراحه بنينه وتجي تمواتي مع البس بوسه اللي انا مسقيها بس سيرو حلوه وفيها وحد نكها ديال الحامض وحد نقيطه تقدرنا في السيرو والقشرة ديال الحامض كينا في البس بوسه ديالنا تنزيد هاد كده لنص ديالنا دانون كريمي كيف تتشوفه من الفوق من الاحسن ديرو دانون كريمي بالنسبة لي ما تيتوفرش على دانون يقدروا يدروا ثلاثة الفرماجه هاد النوع الكريميين بربعة او ثلاثة كافي يعني صافي هنا يتنشد جيب حلواني تنفرغ في الكريمة من حده بقى دافية لنا ضروري يخصكم تخدموا بالكريمة لا ديال الحامض لهاد الكريمة تكون بقى سخونة باش ما تديرش لنا اه واحد قشرة او تتولي جام دم تتعطينا شدك الشكل اللي ملمس او ملتيبر وتتبع لنا يعني المول ديالنا تجينا دغية سهلة سوف يزيد اذوك البسبوسات اللي صيبت وغن بدان تزين فيهم بذيك الكريمة اللي تجي صراحة رائع محلوكا تنعمر القوالب ديالنا هذا هو الشكل الثالث اللي بقي فيه تزين سوف نزينه عرب وحتى زين اللي هو بسيط ولكن تيجي صراحة رائع وتل ماضا وغنوركم تل القوالب هنش ديت واحد شوية ديال بيستاج هرمشته باش يجيبين وزينت به تقدروا تزينه باي حاجة عندكم او تخليهم عرب حالك سوف يزينتهم بالبيستاج وزينتهم بالورد البلدي يعني عادي سينتهم من الوص اعطاوا احد المنيضر اللي يزوين هذا هو الشكل النهائي اللي البسبوسة ديالنا كيف الشي وجات رائعة صراحة وخ حمرتها شي شوية ولك الراجات بنينا وجات فنة وهذا وما القوام ديال الكيك ديالنا المالح اللي طاب شوف كي جا جم فش فش وجات هدك الحشوة الداخل شادة بلاسة شوفو تتلقاوها هنا 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 ماشي يعرف القاع والقاع مواصل لي تي حاجة وبالنسبة للكيك ديالنا اللي فيه الحامض كي جا ولبس بس ديالنا تهيار طيبة وتتفرتت مع مشربة وانتمنى تعجبكم ماذا الوصفات ومرحبا بيكم في القناة شيوية الحجرة رشيدة بارتاجون الفيديو ما اصدقاء باي باي